المسيح ابن الإنسان ابن الإنسان المقام من بين الأموات لكن في حاجة تاني أتى المسيح يأسس نظار وتألم في هذا العالم تألم آخر مشهد رأته فيه البشرية عندما اصدرت به الجموع وعندما علقه ابن الإنسان على صليب هل الأمر يمر بالسهولة دي اطلاقا فكما تكلم الكتاب في أسفار العهد القديم عن الألام التي للمسيح نبويا تكلم أيضا عن الأمجاد التي بعدها فابن الإنسان الذي أتى وتألم ورفض في هذا العالم ومات لابد أن يأتي لكي يتمجد من كل العالم سبع درجات التواضع في فيليبي اتنين ثم تتلوها درجات الارتفاع عندما يقول لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسما فوقه كل اسم لكي تكثه باسم يسوع كل رجبة فالمجدئات لابد ونحن الآن في زمن صبر المسيح رفض المسيح استطار المسيح عن الأنظار لكن جاي الوقت اللي سوف تراه كل عين هل هناك نبوات عن هذا المجد الملكي في المستقبل ومجد المسيح بيعتبره ابن الإنسان في المستقبل نعم حضرتك أشرت إلى دانيال سبعة ودانيال سبعة كما أن أجزاء كثيرة في دانيال تتكلم عن آلام المسيح ورفضه كالحجر الذي قطع بغير يدي إنسان لكن مجده في هذه الأرض بيعتبره الجبل الذي ملأ كل الأرض في تمثال أزمينة الأمم لكن مثلا في دانيال سبعة تلاتاشر يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء خلي بالك لما يجي يتكلم عن مجد المسيح دايما نربطه بالسحاب فهو إذا يأتي معه مع السحاب عندما يتكلم عن مجيء بالمجد والقوة في المستقبل يربطها دايما بالسحب السماء لأنه مجيء بالمجد والقوة مرتبطة بالسحابة المجد زي الشكينة كده سحب السماء وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان وبرضه مفتاح لفهم النبوة لماذا قال عنه مثل ابن إنسان ليه ما قالش ابن إنسان مباشرة وليه في حسقيال واحد الذي كان على العرش فوق المقبب قال عنه شبه إنسان ما قالش إنسان مباشرة لأنه دانيال بمنظر النبوة يرى قبل التجسد فرأه مثل ابن الإنسان حسقيال بمنظر النبوة يرى قبل التجسد فيرى شبه ابن إنسان لكن قال المسيح عن نفسه بعد التجسد ابن الإنسان وقال استفانوس عنه ابن الإنسان بعد التجسد والقيامة والصعود فيقول مثل ابن إنسان أتى واجأ إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا باعتبار ابن الإنسان ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ومن هنا نقدر نقول أن مجد المسيح الآتي سوف يعم كل الأرض رأته الجموع في أوروشاليم واصدرت به لكن عندما يظهر بالمجد والقوة بعد اختطاف الكنيسة بسبع سنين بعد وقوع 21 ضربة على العالم الرافض للمسيح بعدما ترفع الكنيسة للسماء الرؤية 19 تنفتح السماوات ويظهر المسيح وعلى رأسه تجان كثيرة سيأتي وسطراه كل عين والذين طعنوه وتنوع عليه جميع قبائل الأرض هذا هو مجيء المسيح بالمجد والقوة باعتباره ابن الإنسان ليقول عن نفسه أعطيه سلطانا كابن الإنسان لأنه ابن الإنسان بحسب لهوتي لا يحتاج أن يأخذ سلطانا أو يترك سلطانا لكن باعتباره ابن الإنسان الآب كافأه بالسيادة والملك لأنه أكمل العمل اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك